اكتسب تطبيق كلاب هاوس شهرة واسعة في العالم العربي لكن التطبيق نفسه أصبح عنوان قضية مثيرة في الكويت مؤخرا والسبب مثيرة للجدل طبعا هو غرفة تحمل اسم جمع راسين بالحلال بحسب السلطات الكويتية لم يكن الزواج هو المقصود تداول الناس فيديو من داخل تلك الغرفة يبدو فيه بعض الشباب يعرضون طلبات للتعارف على الفتيات دعونا نشاهد هذا المقطع خلاص نطعي نطعي الحين ناخذ قبل نكمل اختار واحدة جلتلك ويجالك منو؟ اللي بعدها رجلت عليكم منو؟ منو؟ تابين ولا لا؟ لا ذلك الفيديو مشاهدين اثار جدل والانتقادات من قبل الكويتيين واعتبروا ان ما تم فيه يخالف عادات وتقاليد المجتمع الكويتي ابو علي يقول مني يقول لك ان غرفة جمع راسين بالحلال كانت للزواج مني يقول لك يعني ويقوله متسائلا العنوان يختلف عن المضمون هذا رأي ابو علي ميسي التراكمي هذا التراكمي الميسي يقول من بعد سالفة الفاشنستات والمشاهير وغسيل الأموال وبراءتهم ما عدنا نثق ولا نصدق ولا نهتم ولا نكترث بأي شيء يصير البندري يعني بالمنطق وبالعقل انتوا شايفين في القروب احد يدور الحلال الاستعباط شلون صاير اما هنا هشام فيكتب لا تفهم ليش الاعتراض بالتعليقات وين المشكلة اذا بنت تريد تزوج بالحلال او ولد عن طريق تعارف فضائي لا يوجد به اي محرمات المحامي خالد المفرج الدلماني يقول فعلا امور لا تليق بأخلاق وعادات المجتمع الكويتي بعد انتشار الفيديو قال مصدر من الامن الجنائي لصحيفة الانباء الكويتية ضبطت ادارة الجرائم الالكترونية مواطنين ووافدين لمخالفة الاداب العامة في كلاب هاوس والتحريض على ممارسات غير اخلاقية وتجاوز حدود الاداب العامة تمت احالة عدد من موقفين من المواطنين الى النيابة العامة وكذلك وافدين للابعاد الاداري للصالح العام وزارة الداخلية الكويتية حذرت مستخدمي كلاب هاوس ان التطبيق يعتبر من تطبيقات التواصل الاجتماعي الذي يقع مستخدمه تحت المسائلة القانونية في حال مخالفة قوانين تقنيات المعلومات بحسب المادة الرابعة من هذا القانون الذي صدر في عام 2015 يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تتجاوز الخمسة الاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ينشئ موقع يتضمن مساسا بالأداب العامة أو تحريضا على أعمال الدعارة الفجور باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات شكرا لمشاهدة كاتراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها ترجمة نانسي قنقر